ناخد مثال آخر على حل متبينة من الدرجة الثانية في متغير واحد X تربيع ناقص 4X زائد 4 أقل من أو يساوي الصفر لو لاحظنا هنلاقي كل الحدود متجمع في الطرف الأيسر وبالتالي يكفي أنك تحلل الطرف اليسار مباشرة فده هيتحلل لX ناقص 2 في X ناقص 2 أقل من أو يساوي الصفر وبالتالي يبقى X بتاعتك بتساوي 2 و2 ألا وهي إيه نقطة واحدة بس وبالتالي لو رسمت خط أعداد بالشكل ده هحط نقطة واحدة بس يبقى حلول هذه المقدار من الدرجة الثانية عبارة عن نقطة واحدة هيقسم الخط الأعداد إلى فترتين 2 فقط فترة من سالب ما لا نهاية ل2 والفترة الثانية من 2 إلى ما لا نهاية عايز أدرس إشارة هذا المقدار اللي هو الطرف اليسار على الفترة دي فهاخد وليكن X تساوي 3 ده فترة اللي عيدك اليسار اللي مين فالما تعود عن 3 هيبقى 3 ناقص 2 في 3 ناقص 2 ده معناها موجب مضروف موجب يبقى الناتجة هيكون موجب يبقى هنا موجبة لو أخدت على نقطة من الفترة اللي عليها صار هاخده اللي يكون X تساوي 0 لإنه أسهل هيبقى 0 ناقص 2 في 0 ناقص 2 يبقى الكلام ده سالب مضروفة في سالب هيساوي موجب سالب في سالب يساوي إيه؟ يساوي موجب إذن هنا أيضا موجبة طيب طيب يبقى الفترة دي معي لا سوري أسف الفترة دي مش معي ليه مش معي؟ لإن العلامة هنا التباين أقل من إيه سالب يعني سالبه يبقى الفترة دي مش معي الفترة دي كمان مش معي وبالتالي يبقى الحل بتاعك دي مش موجودة ودي مش موجودة تختبر عند مين بقى؟ عند الاتنين آه لاتنين حل يبقى أنا أقول إن الـ X بتاعتي تنتمي لمين؟ ليه؟ الفئة اللي هي بتتكون من اتنين فقط لغير طيب أنا مسأل سؤال بقى لو خدت شرطة كده وقلت لك لو نفس المسألة X تربية ناقص 4X زائد 4 بدل أقل من أوساو الصفر؟ لا أقل من الصفر بس طالما أقل من الصفر يبقى حتى الاتنين كمان مش حل يبقى الـ X لوقتي تساوي فاي يعني إيه فاي؟ يعني مفيش حل خالص مفيش حل مفيش قيمة X أعوض فيها في الطرف الشمال يديني إن هي إيه؟ أقل من الصفر طيب معلشي لو أنا قلت X تربية ناقص 4X زائد 4 أكبر من الصفر في الحالة دي يبقى الفترة اللي عليمين معايا واللي عليصار معايا يبقى الحل بتاعك هي خط الأعداد كله معدى الاتنين ليه معدى الاتنين؟ لأن ما كانش فيه يساوش هنا في D مفيش يساوي لكن لو خالتها X تربية ناقص 4X زائد 4 أكبر من أو يساوي الصفر في الحالة دي يبقى الـ X بتاعتي هي مين؟ هي R كلها